مايك بيك، اسم قد لا يكون مألوفاً لك على الإطلاق، لكن أهميته ستكون كبيرة في القصة التي نتحدث عنها اليوم. بيك يعمل كضابط مكافحة التجسس في وكالة الأمن القومية الأمريكية. في بدايات عام 2006، عانى بيك لتحريك أصابعه بشكل طبيعي أثناء الكتابة، كان عليه أن يبحث عن الكلمات ويكتب ببطء. بعد ذلك خضع لفحص للمخ، والذي كشف عن السبب، إذ كان يعاني من مرض باركنسون أو شالل الرعاش، ثاني أكثر الاضطرابات العصبية الانتكاسية شيوعاً في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الزهايمر. كان في السادسة والأربعين من عمره، والشخص في هذا السن يعتبر صغيراً على مرض باركنسون، ولم يعاني أي فرد من أفراد عائلته من هذا المرض سابقاً. فكيف حدث ذلك؟ قضية بيك تعود أصولها قبل عقدين من الزمن، وأسفرت عن تأكيد رسمياً منذ ثمانية أعوام بأن خصوم الولايات المتحدة الأمريكية هم من صنعوا مثل هذه الأسلحة. قال بيك إنه وزميله تشارلز جوبيت ذهبا للتأكد من عدم وجود أجهزة تنصط في مبنى دبلوماسي أمريكي قيد الإنشاء، وتم احتجازهما عند الوصول في المطار، ثم تم وضعهما في غرف متجاورة في فندق بعد الإفراج عنهما. خلال يوم هما الثاني، قاما بتوسيع عمليات المسح في المباني المجاورة، ووصلا لما وصفه بيك بتهديد تقني للمؤسسة التي كان متواجدين لحمايتها. قاما بالإبلاغ عن ذلك الجهاز إلى رؤسائهم ثم غادره. في اليوم التالي، تم تسليمهما رسالة من مترجم محلي يعمل مع الأمريكيين أن سلطات البلد المضيف على حد وصف بيك رأت ما فعلناه، وهذا لم يكن جيدا. قال بيك إنه استيقظ وكان مترنحا جدا، لم يتمكن من الاستيقاظ بشكل روتيني، لم يكن أمرا طبيعيا. فيما بعد بقية القصة نعرفها، بيك لم يعد يشعر بجانبه الأيمن، ويترنح عند الكتاب أو المشي، وتم تشخيصه بمرض باركنسون. وأثناء زيارة لمقر الأمن الوطني، سوعي قال ما رأاه. قال بيك، جوبيت كان يسير كرجل عجوز، كان يمشي بشكل محرج، صعدت إليه وسألته عما يحدث. في غضون أيام ظهر تشخيص جوبيت أيضا بمرض باركنسون كذلك. ثم جاء بيان وكالة الأمن القومية الذي رفعت السرية عنه في عام 2014، والذي قال هناك معلومات استخباراتية منذ عام 2012 تربط الدول المعادية التي سافر إليها بيك في أواخر التسعينيات مع سلاحا بنظام الموجات المصغرة عالية الطاقة، والتي قد تكون قادرة على إضعاف أو تخويف أو قتل العدو مع مرور الوقت ودون ترك أدلة. أواصل التقرير، هذا السلاح مصمم لإغراق أماكن معيشة الهدف بالموجات المصغرة، ما تسبب في العديد من الأثار الجسدية، بما في ذلك تلف الجهاز العصبي. رغم هذا التقرير، ظلت قيادات الأمن الوطني معارضة لإدعاءات بيك. هذا يدفعنا للسؤال ما هو تعريف متلازمة هذانا؟ خلال عام 2017، اتهم دونالد ترامب رئيس أمريكا أنذاك كوبا بارتكاب هجمات غير محددة تسبب الأعراض المذكورة سلفاً. كما قررت الولايات المتحدة الأمريكية خفض الموظفين في سفراتها إلى الحد الأدنى بعد ذلك. في عام 2018، تم تعريفها بأنها مجموعة من العلامات والأعراض التي تم الإبلاغ عنها من موظفي السفارة الأمريكية والكندية في كوبا، التي تعود إلى أواخر عام 2016، وكذلك في بعض البلدان الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد إبلاغ دبلوماسيين أمريكيين في الصين عن مشاكل مماثلة لتلك التي تم الإبلاغ عنها في كوبا. وبالطبع سميت بمتلازمة هافانا نسبة إلى أولى الإصابات التي ظهرت في هافانا بكوبا بالأعراض التي تحدثنا عنها سابقاً. لكن لماذا ترأى الأمر بهذه القوة الآن؟ بعد سنوات من إنكار التقارير، أبدت واشنطن انزعاجها في بيان يوم الثلاثين من إبريل الماضي من تداعيات الهجمات، كما أصدرت القيادات الديمقراطية والجمهورية في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ بياناً ثنائياً للتنديد بما وصف بهجمات. البيان أتى بعد يوم من تصريحات من البيت الأبيض، قالت إن هناك تحقيقات بخصوص حوادث صحية غير مفسرة، بعد تقارير أشارت إلى أن اثنين من مسؤوليها تم استهدافهما في منطقة بواشنطن. وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية أطلقتا فرق عمل للتحقيق، وأفيد خلال الأسبوع الأخير من شهر إبريل وبدايات مايو الحالي أن البنتاجون قد بدأ تحقيقه الخاص. سلاح ليس بالجديد، لكن مع التطور التكنولوجي للعصر الحالي ستصبح واردة الحدوث، فهل سيكون الجيل الجديد من الأسلحة أكثر فتكاً من الأسلحة النووية؟ اشتركوا في القناة